حي خمسة جويليا في بلدية حمدية في ولاية تيارت يحمل اسم الاستقلال وهو لا يزال كعينة لمخلفات الاحتلال حيث بني في سنة 58-900-1000 في إطار مشروع قسنطينا هموم المواطنين كثيرة ولا حلول في الأفق لا أرصفة ولا طرقات وحل في الشتاء وغبار في الصيف لا أثر للتنمية في ذل معاناة السكان حلم الملعب الجواري وحديقة التسلية غير مسموح من وقت فرنسة الثلاثية تبنى من بعد فرنسة الحملاء تدخل هنا ما كانش الزيقاوات حشك ما كانش لك ليراج ما كان لابوبال لنهنة عندك ذلال لنهنة أولادنا مضاعوا لنهنة لابوا في لابوبال تلسك الاجتماعي فلعندهم سبع سنين لنهنة كاملين دوصيات آلاف الأولوف ما قسموهم مولوا حتى لنشقوا بيبانت كسروا وعندما نستنعوا مضايقين للهنة السلطات المحلية لا تعليق لها عن المشكل التنموي في حي خمسة جويليا حمادية عاصمة دائرة وبموقع ممتاز لكن الصراعات السياسية بين المنتخبين في العهدة الحالية وسابقاتها تتسبب في احتجاجات المواطنين فيرفعونه مطالب تبدو الحل الأمثل